وصل وزير والخارجية سامح شكري إلى تونس في ختام جولتها الإفريقية وكان في استقبال سامح شكري وزير خارجية تونس عثمان الجرندي ويحمل شكري رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان شكري قد زار العاصمة السنغالية دكار حيث سلم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس السنغالي ماكيسال تناولت وضع ملف سد النهضة بجانب استعراض الموقف المصري من هذه القضية ترجمة نانسي قنقر